عملية الطرح هي عبارة عن جمع معقوس العدد B إلى العدد A فمثلاً لو كنا A ناقص B هذا معناه أننا جمعنا معقوس العدد B وهو سالب B على العدد A هي A زائد ناقص B مثال 5 ناقص 3 هي 5 جمعنا عليها المعقوس الجمعي لعدد 3 وهو سالب 3 تساوي 2 والقسمة أيضاً A على B هي في الأصل عملية ضرب ضربنا العدد A في المعقوس الضربي للعدد B في B ناقص 1 حيث B لا يساوي الصفر لأن القسمة على الصفر غير معرفة ف3 مثلاً على 2 هي 3 ضرب 2 ناقص 1 يعني 3 في نصف يساوي 1 ونصف بعض الملحولات الهامة division by 0 is never allowed القسمة على صفر غير معرفة بمعنى لو كان عندنا كسر مثلاً على الصورة واحدة على X لابد أن نستثني القيمة صفر من القيم التي يمكن أن تأخذها X الخاصية الثانية subtraction of real numbers is not commutative عملية طرح الأعداد الحقيقية هي عملية غير إبدالية بعكس الجمع بمعنى A ناقص B لا يساوي B ناقص A كذلك القسمة division of real numbers is not commutative بمعنى A على B لا يساوي B على A أي أنه بخلاف الجمع والضرب إن خاصية الإبدال المتحقق فيهما فإن الطرح والقسمة غير إبداليتين ترجمة نانسي قنقر